اشتركوا في القناة وتنفس وشرب. هوا مش متنقضين. هوا بيكملوا بعضهم. شفى المريض. ما بيكفي. بس نعطي الدواء ونصحح الجسد. بده زيادة عن هيك. بتكون نروحه ونفسه بأطمئنان وبسلام كامل. هيدا شي مهم جدا بالنسبة لأينا. لذلك الطبيب بيعرف أنه بمعرفتنا الطبية منساعد مريضنا. بعملنا الجراحة منشيله من مرض معين. لكن غير هيك. لازم ينعمل عمل آخر. الفن. يلي له محل كبير. الموسيقى. كل الأنواع الفن. وبده زيد عبارات مهمة. المحبة والتفاعل والإيمان بشفاء المريض. هاي شغلة كتير مهمة. لذلك بعلبكيات يلي بتردنا لبعلبك. مدينتنا وحبيبتنا يلي أنا ترعرعت فيها. بتذكرني أنه بعلبك مش بس أثارات. ناس تطلع تتفرج وطفل. مش بس فاستيفال ناس بتطلع بالباس. تتوصل لونيك تشوف ونرجع على بيروت. وشوف الألعب بس يعني. ما بيشوف الضيعة جمالا. ما هيك؟. هي مدينة. نعم. مدينة المدن. هي مدينة الشمس. يعني ما عم بدنا نبالغ. بدنا نحكي شو هي. اللي بيطلع بعلبك بيكبر. اللي بيطلع بعلبك بيتعرف على الشمس وعالنور. لأن هاي مدينتها. فإذا بس نطلع بعلبك. ما منزيد شي لبعلبك. نحنا منكبر. نعم. نلاقي شي ما كنا نعرفه. بيكبر قلبنا. بيكبر فكرنا. من هيك. من الفينيقية للرومان للأغريق. كله برامو الدنيا يقول لك بعلبك. نعم. هليو بوليس. مدينة الشمس. قبل ما نوصل لبعلبكيات ونفوت بتفاصيل هالإفنت اللي رح بيكون قريبا. حب نحكي شوي عن بعلبك المدينة. متل ما تفضلت وذكرت بروفيسور يعني. متل ما كمان ذكرت. أنه الناس بيطلعوا بيشوفوا الحفل يلي كمان شغلة حلوة كتير. ويلي منقعد بهالمعابد اللي بترجعنا أسنين. وبتفصلنا عن الواقع. وعن اليوم. وعن الحياة وهمومة. بس كمان زيارة المدينة. وجودنا بالمدينة. يمكن نقضي يوم أو يومين أو ثلاثة فوق. شو ممكن يأثر بحياتنا؟. شو ممكن نستفيد؟. شو الغناية اللي بيعطينا ياه؟. كتير ناس بيسافروا على بلدان تانية. تا يعملوا كير. يرتاحوا. تروق أعصابهم. أنا شخصيا بس ألعب بعلبك. واتخلى. روح بعلبك. محبت بعلبك. عطف بعلبك. مدينة مميزة. لأن منا بنت مباري. خطيارة. مظبوط عندها أربع خيات بتحبون كتير. اتنين بالباية. اللي هني بيبلوس وبيروت. وعندها أختان كمان. صيدون وطير وصور. وهال خمس خيات. إلهم قصة تاريخية. اليوم لح نركز على هالخطيارة بعلبك. يلي ما بتخطير. كل ما بطلع لها. بلاقيها صبية. وبالنسبة لقلي بطفولتي. الكل بيطلعوا من القلع. بيشوفوا تلة. اسمها الشيخ عبد الله. ما بيعرفوا شو هي. هيدا قصة تانية كمان. كلها مغاير. شو قصتها بعلبك المميزة. من الشيخ عبد الله. لحي البربارة. لأن إذا تعرفوا أنه كل اللي بيعيده بربارة ما بيعرفوا أنه بربارة من بعلبك. وقصتها كبيرة. وأن الله راب بإحتفالنا نهار السبت بـ 28 جنفير بالبستان. بالشو بالحفلة والرحلة اللي هنعملها. لح نمرق كمان على. لن نرجع نشوفها بفتكر بالتفصيل. لح نمرق على قصة بربارة. هالطفلة الجميلة. يلي بيعطبر أنه أجمل من أنه تنظر إليها أعين البشر. احتكرها لنفسه حتى بطور منغلق. بس حتى هو يشوفها. ومنشوف كيف قصتها بعدين صارت. يعني كل هالإشياء اللي فرغيت بقصص أو بتاريخ بعلبك رح منقدر نتعرف عليه خلال هالحفل. خلينا نحكي شوي عن بعلبكيات. وذكر أنا حضرك عضو بلجنة مهرجانات بعلبك الدولية. وبعلبكيات هنه يعني أول فشخة. أول خطوة من الحفل يلي عم يتحضر. أو المهرجان يلي عم يتحضر للصيف على الأكيد. بعلبكيات هي فن مستقل من قبل الحرب. تراث بعلبك. بيبعلبك في عنا الألعى. سيحة الألعى. والحق الحدو. ومنطلع على الشيخ عبد الله. هالمنطقة بيسموها محلة المسيحيين. محلة البربارة. هالقصة عجيبة. بطفولتك كنت مدهوش فيها هالمنطقة. يلي كان فيها حياة. وفن. وتراث. وانترك. وسفر. وتشرزم. واليوم حان الوقت نرجع نرده. كل بيت كان فيه موسيقى بيبعلبك. لأن بعلبك موسيقى. بعلبك شمس ونور. بعلبك محبة. وهيدا ضروري. بدونا ما فيه ألفة. ما فيه صلحة. ما فيه تلاقم. نحن من هالطريق نعرف أنه وحدتنا. ووحدة قلوبنا. ونظرنا للبنان كبير. بعلبك. يلي بتخلي الشمس ترجع على مدينتنا. ترجع تضوي على لبنان كله. إن شاء الله تنير قلوب الناس. تحتها نرجع. نوعها. حاجة نلتهي بأشياء بلطة. نوعها على تراثنا أهم شيء. نوعها على تاريخنا. على كل حال. بروفيسور دايمن. لما نروح عند هالخمس خياتي اللي ذكرتهم اليوم. منحس ومنعيش هالتاريخ. منحس بنوع من زبزبات يمكن بيخرقونا كمانا. فما فينا نتغاضع عن هالتراث. يعني هيدا الشيء أقوى منا. أقوى من كل لبناني ومواطن. وابن هالمناطق الحلوة كمانا. بروفيسور خلينا نحكي شوي عن برنامج هالحفلية. اللي رح بيصير بـ 28 شهر بأوتيل البستان. وشو بيفيد مهرجانات بعلبك. ليه موصول فيه؟ نحنا هيدا تراث بعلبكي. وكل شيء منعمله فيه. لحكون الدعم للمهرجانات. كل شيء يتقدم. كل شيء ينعمل لها الاحتفال بعلبكيات. بيكون سبونسورينج لمهرجانات بعلبكي. شو عنا ببرنامج الحفلية؟ برنامجنا ببعلبكيات هي رحلة. هالرحلة بدي تبلش من بعلبك بالتأهيل. لأن بعلبك هي كلمة أهلة وسهلة. اللي بيجي على بعلبك. أهل بعلبك بي تركوا بيتهم لضيفهم. وبدنا نفوت على هالقلعة. من خلال البروجيكسيون رح بيكونون. ليس برويكسيون. لحكون كلها الأعمية قدامنا. لحكون جوية القلعة نحنا. بذات الوقت اللايف عم نشوف شو عم بيصير. ونبرم بهالقلعة. ونزورها ونسمع قصة سبارني التناط. قصة كاملة للقلعة. نعم. نرجع منتذكر ومنعيش التاريخ اللي موجود. ونحنا وبالقلعة. بدنا نبرم من معبد لمعبد. نعم. من بلش بمعبد جيبيتير. معبد زوس. مع برنامج فني كل الوقت. كله برنامج فني. ولا نقطة بتقف الموسيقى. نعم. في عنا الكواتيار مع الجروب من الفرقة الفيلارمونيك بلبنان. مع كتير بشكر سيرجاي وأولجا بولان. يلي هن كمان اللي حيكرمونا بالبيانو وبالتيوبة المميزة. نعم. معهن اللي حكوا عنا تلاتة بيانيست كمان كله مرافق. فإذا من شو لشو ما بيتوقف شي. نحنا فتنا بهالمشوار. والمشوار بياخدنا من معبد لمعبد. نسمع قصص هالمعابد. شو علاقتهم ببعلبك. شو هي بعلبك. وشو بتعطي بعلبك. وين ممكن نلاقي البطاقات بروفيسور؟ كيف ممكن بزيت النهار أنه نقدر نحجوز وخوفو عربي؟ بسبب العجق بفضل الاتصال. بمركز مهرجانات بعلبك. مبدئيا مركز مهرجانات بعلبك. ولو واحد ما بده بيهمني. الناس ترجع تتذكر. وتحب. وتعطي من قلبه. والذي يساعدنا بفكرة أو قصة قديمة. يتصل فينا. ويعطينا. حتى نقدر هذه المهرجانات تكون أقوى وأقوى. فإذا. الاتصالات بمركز مهرجانات بعلبك تكون. نعم. وتحضيرات للمهرجان. بلشت تتبلور شوي؟ أكيد. نعرف أنه من سنة لسنة. بيكون جاهز البرنامج. ولكن بفتكر أنه السنة كمان. في أفكار بعض أكبر وأكثر. أشياء كثير حلوة. كم يوم أجمالا لح يكون. نحن مرات نعمل بثمانية لعشرة. نعم. نعم. نعمل بثلاثين. نعم. ويكون لبنان الأخضر اللي منحلم فيه. إن شاء الله. من عبر الفن والمهرجانات. والألفة والاتحاد. عبر الأساسات. طبعا الأساساتنا نحن. قلبنا بيدق موسيقى. شريينا بتتحرك أنغام. نحن مش موجودين للغضب والحرب. والشغل والهم بس. الإنسان خلق الموسيقى. أو الله عطانا إينا. أنا مرضى يعلموني. أن عابرين. 80 سنة. 100 سنة ماكسيمون. بس رجعين فلين. بعلبك الخطيارة علمتني. أن يا ابني استفيد بها المرأة. زيد المحبة. زيد عطاء قلبك. لأن بس تفل. مضبوط لح ترجع بروحك لعندي. وأنا مخليت لك محل على حجاري. لكن الإنرجية اللي بتكون عطيتها. اللي ستخليها تبرم. وتخلي الجيين. بعدها ما يلتخوا بس. بالتكنولوجي. اللي بدأ تصير أكتر. يتذكروا أنه عندهم خي. عندهم أخت بحاجة لبسمة. وهي دي تعلمنيها من بعلبك. بروفيسور رياد ساركيز. دائما الطاقة بتوصلنا من بعلبك. عبرك. على الاستوديو. أنا بدأ أشكر وجودك معنا. وبدأ لكم يعطيكم ألف حافية. وإن شاء الله كل الإنسان. مش بس لبناني وكل السوح والمغتربين. ولنه مرة يطلعوا ويزوروا مدينة بعلبك. أهلا وسهلا فيك. رح ناخد وقفة سريعة. منتابع مع إنتاون. خليكن معنا.